بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإني أحمد الله عز وجل على أن يسر عقد هذه الدروس في هذا المكان الطيب المبارك في بيت الله الحرام ثم إني أشكر الغائمين على الرئاسة العامة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعلى رأسهم معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن الستيس حفظه الله وحرصه على إقامة هذه الدروس التي هي من رسالة المسجد ومن أهم ما يُعقد فيه ولسيما في دروس العقيدة وأشكر الإخوة القائمين على الإدارة العامة التوجيه والإرشاد على ترتيبهم وحرصهم وتنظيمهم وما بذلوه من جهد في إقامة هذه الدروس المباركة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها هو أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم أيها الإخوة سنتناول في هذين اليومين وبالوقت المحدد لنا من هذه الدورة سنقرأ في كتاب مختصر فهو كتاب مختصر ولكنه عظيم القدر بالغ الأهمية لأنه يتكلم عن أساس العقيدة وأصول الدين وتعلمون أن الاعتقاد والتوحيد هو الفقه الأكبر ومن يرد الله به خيراً يفقه في الدين والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المولود عام 1115 والمتوفى عام 126 من الهجرة النبوية ألف كتباً كثيرة ومن أهمها هذا الكتاب المسمى بالأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول هذا الكتاب ألفه ليبين فيه شيئاً من أسس العقيدة ولسيما الأصول الثلاثة التي هي كما سيرد معنا معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهي التي يطلق عليها أسئلة القبر الثلاثة لأن الإنسان إذا مات أول ما يسأل في قبره عن ربه ونبيه ودينه فالمؤلف رحمه الله ركز هذه الرسالة على بيان هذه الأصول الثلاثة والتي سنتناول بالتعليق عليها إن شاء الله بما يسمح به الوقت وننبه على بعض الأمور المهمة أثناء القراءة بإذن الله عز وجل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة طيب الشيخ رحمه الله بدأ هذه الرسالة بالبسمة وسنتجاوز الحديث عنها لكثرة مرورها وبدأ بقوله اعلم رحمك الله وهذا فيه اسلوب من التلطف بالقارئ وبطالب العلم والدعاء له بالرحمة الشاملة لرحمة الله عز وجل بالشخص ومغفرته له وعصمته له وتوفيقه فقال إنه يجب علينا تعلم أربع مسائل العلم أيها الإخوة الواجب هو العلم الذي العلم الذي لا يسع الإنسان جهله المسائل التي لا يسع الإنسان لا يسع الإنسان جهلها هذه واجبة ومن فرَّط في تعلمها فهو آثم وفي الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم والمقصود بذلك العلم الواجب لأن العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو فرض كفاية ومنه ما يكون مستحبا والمقصود بكلام الشيخ هنا أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل يقصد بها العلم الواجب الواجب على كل مسلم وحتى المسائل العقدية مسائل العقيدة هناك مسائل يجب على كل مسلم أن يعلمها هناك تفاصيل لا يجب على كل مسلم أن يعلمها فمن فرَّط في العلوم الواجبة فهو آثم ومأزور ومن تعلم فروض الكفايات فهو مأجور وهناك مسائل قد تجب على بعض الناس دون بعض يجب تعلمها على بعض الناس دون بعض بحسب ما يقوم بالشخص من حال فالمؤلف هنا رحمه الله سيبين الأشياء التي يجب تعلمها قال الأولى العلم أي علم واجب العلم بهذه المسائل الثلاثة قال معرفة معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هذه أمور واجبة يجب على كل مسلم أن يتعلم وأن يعرف ربه ودينه ونبيه وليس المقصود بمعرفة بمعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام مجرد المعرفة الذهنية بالمقصود بها المعرفة المستلزمة للعمل والاتباع كما سيرد في كلام المؤلف رحمه الله فهو ذكرها هنا إجمالا وسيذكرها تفصيلا بعد ذلك إذن يجب على المسلم وعلى كل مسلم أن يتعلم هذه المسائل المسألة الأولى معرفة العبد ربه ونبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة والمقصود بالإسلام هنا الإسلام الخاص بالمعنى الخاص لأن الإسلام يطلق إطلاقين إطلاق عام وإطلاق خاص فالإسلام بالمعنى العام هو دين جميع الرسل هو دين جميع الرسل ويمكن أن يطلق عليه الاعتقاد فكل الرسل دينهم الإسلام كما قال سبحانه وتعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قال نعبد إلهك وإله أبائك إلى آخر الآية ويوسف عليه السلام قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين فكل الأنبياء على الإسلام بالمعنى العام وهو الاعتقاد الصحيح ولهذا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أولاد علات أو إخوة لعلات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة ومعنى أولاد علات أو إخوة لعلات أي إخوة لأب الأب واحد والأمهات شتى كما ورد تفسير ذلك أيضا في الحديث فالأب يمثل العقيدة فالعقيدة واحدة ولما شتى تمثل الشرائع كما قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فالإسلام هنا الواجب علينا معرفته بالأذلة هو الإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ويشمل الاعتقاد وغيره ومن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس فالإسلام بهذا السياق هو الإسلام الإسلام الخاص الإسلام الخاص نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثانية العمل به الثاني من المسائل العمل به العمل به بماذا يعني؟ ها؟ بما تعلمته من هذه الأمور أن تعمل حينما تعرف ربك وما يجب له سبحانه وتعالى ومن العبادة ونحو ذلك والتعبد له بإسمائه وصفاته فتعمل بهذا وكذلك حينما تعرف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومقتضيات هذه الشهادة وما يجب له تعمل بذلك وحينما تتعلم الإسلام ودين الإسلام فتعمل به العمل بهذه الشرائع هل هو واجب أم مستحب؟ واجب أو قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً يعني هل يجب عليك أن تعمل بكل شرائع الإسلام وكل أحكامه وكل سننه هناك أشياء واجبة يجب أن تعمل بها وأما المستحبات والسنن فإنه يستحب العمل بها لكن سياق المؤلف رحيم الله حينما ذكر هذه الأمور فيمكن أن تنصرف إلى الأشياء الواجبة ما كان واجباً واجب العمل به فما كان واجباً واجب العمل به نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثالثة الدعوة إليه الثالثة الدعوة إليه الدعوة إلى هذا الدين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعونا إلى الخير فالدعوة واجبة على الأمة على أمة الإسلام يجب أن يدعو إلى الله يجب أن يبلغ هذا الدين لأن دين الإسلام هو دين الرحمة والله عز وجل بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين فالعالم يحتاج إلى هذا الدين دين الوسطية دين الاعتدال دين الرحمة البشرية تشقى بلا دين وتشقى بالأديان المحرفة ويبحاجة إلى دين الإسلام ودين الإسلام يجب على أهله أن يبلغوه لغيرهم وهذا الواجب واجبٌ كفائي إذا قام به من يكفي إذا قام به من يكفي يسقط الإثم عن الباقين وإذا قصر الجميع أثم الجميع فلابد من أن يدعى لهذا الدين وأن يبين وأن ينشر وأن يبلغ يبلغ هذا الدين للناس كافة لأن الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة فالدعوة يجب أن تكون أن تكون لعامة لعامة الناس وهذا الواجب هو واجبٌ على كل إنسان بحسبه يعني أنت إذا تعلمت شيئاً من الدين واجب عليك تبلغه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينبلغ عني ولو ولو آية وإذا تعلمت شيئاً فأنت عالم بهذا الشيء فتعلمه فتعلمه لكنك لا يجوز أن تدعو إلى الله بلا علم لابد أن تكون الدعوة إلى الله بعلم كما قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني إذن يجب أن تكون الدعوة إلى الله بعلم ولهذا المؤلف رحمه الله لما رتب هذه الأمور قال العلم العمل به الدعوة إليه فالدعوة تكون بعلم ولا تكون ولا تكون بجهل ولا يجوز الإنسان أن يدعو وهو جاهل بما يدعو بما يدعو به بل لابد أن يكون عالماً بما يدعو به نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الرابعة الصبر على الأذى فيه الرابعة الصبر على الأذى فيه يعني الصبر على الأذى في تبليغ هذا الدين في الدعوة إلى الله ودعوة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى هذا الدين تصبر على ما قد يصيبك من أذى وقد صبر الرسل الكرام على تبليغ هذا الدين والله عز وجل يقول فاصبر كما صبر أول عزمي من الرسل والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله فالمؤلف هنا قال الصبر على الأذى فيه عن أن تصبر في سبيل تبليغ هذا الدين أن تصبر وأنت تبلغ فهذا صبر على طاعة الله وأن تصبر عن المعاصي وأن تصبر على ما قد يصيبك من أذى وجهد وبلا في سبيل تبليغ هذا الدين الحنيف وهذا الصبر بأنواعه الثلاثة ينبغي على المسلم أن يوطن نفسه عليه ولهذا كانت من وصية لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وصبر على ما أصابك لا بد أن يوطن الداعية إلى الله أن يوطن نفسه على أن يصبر أن يصبر في سبيل التبليغ هذا الدين يصبر على ما يأتي من تعب ونصب وصدود بعض الناس وأذياه وربما يكون هناك جهال لابد أن يحلم عليهم ويكون قدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل لما ذكر المؤلف رحمه الله الأمور الأربعة استدل عليها بسورة العصر إذن سورة العصر فيها الأشياء الأربعة والعصر إن الإنسان لفي خسر جنس الإنسان خاسر إلا الذين آمنوا هذا العلم وعملوا الصالحات هذا العمل وتواصوا بالحق الدعوة إلى الله وتواصوا بالصبر الصبر وهذا الجهاد كلها جهاد العلم جهاد والعمل جهاد والدعوة إلى الله جهاد والصبر جهاد يجاهد إنسان نفسه يجاهد نفسه على التعلم يعني طلب العلم هذا نوع من الجهاد وطلب العلم الشرعي من أفضل القربات لأن نفعه متعدي ولأن العمل لا يقبل إلا إذا كان صواباً ولا يكون صواباً إلا إذا كان بعلم فلا يمكن أن تصحح عملك إلا إذا تعلمت فالعلم شرط لقبول العمل لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين الأول أن يكون خالصاً والثاني يكون صواباً ولا يكون صواباً إلا إذا كان عن علم فمن هنا صار طلب العلم من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات وطلبه من الجهاد وطلبه لأن العلم هو ميراث النبوة والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا يحرص الإنسان على طلب العلم والاجتهاد فيه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه كما دلت على ذلك سورة والعصر قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل سورة العصر تكفي عن سائر السور؟ ما معنى لكفتهم؟ يعني لكفتهم حجة هو قال لو ما أنزل الله حجة على العباد إلا هذه السورة لكفتهم ما معنى هذا؟ كافية في إيش؟ نعم أحسنت يعني كافية للحث على هذه المسائل الأربعة فهي كافية لأن تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر فهذه حجة وليس معنى أنها كافية في التفاصيل الشريعة والعقيدة ونحن ذلك ثم استدل المؤلف رحمه الله بكلام الإمام البخاري واستدلاله وتبويبه قال باب العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل لماذا العلم قبل القول والعمل؟ لأن العمل لا يقبل إلا بعلم أن يكون صواباً والصواب لا يمكن أن يكون عملك صواباً إلا إذا تعلمت فالعلم قبل القول والعمل ثم استدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفل ذنبك فجاء الاستغفار بعد العلم قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل إذن لا بد أن تتعلم وبعد ذلك يكون عملك عن علم لأن من يعمل بلا علم يضل ويقع في البدع والانحرافات ولهذا نحن نقرأ في سورة الفاتحة في كل صلاة إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم هم من علموا ولم يعملوا والضالون هم من عملوا بلا علم فيقع في الضلال من يعمل بلا علم يقع في الضلال والبدع والانحرافات فلهذا تبدأ بالعلم ثم تعمل بما تعلمت نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الشيخ الآن بدأ بذكر ثلاث مسائل وأنه يجب على المسلم أن يتعلم وهذه المسائل الثلاث غير الأصول الثلاث وهذه المسائل الثلاث هي داخلة في الأصل الأول والثاني المسألة الأولى أن الله خلقنا وهذا أمر معروف بالعقل وبالشرع والإنسان يعلم هذا الشيء وقد جاءت وتضافرت الأدلة على هذا الأمر كما قال سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده وقال سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُوا مَا لَغَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُسُ بِهِ نَفْسُهُ والآيات في ذلك كثيرة وأيضا العقل الصحيح يرشد ويدل على أن هناك خالقا خلقنا لأن الخلق لا يمكن أن يخلقوا أنفسهم ولا يمكن أن يوجدوا بلا خالق وقد جاءت الإشارة إلى هذا الدليل العقلي في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فإذا كانوا لم يخلقوا من غير شيء ولم يخلقوا أنفسهم لم يبقى إلا أن الله هو الذي خلقهم وهذا أمر عقلي وفطري والأدلة على ذلك كثيرة معلومة ليس مجال بسطها قال وَرَزَقَنَا كَذَلِكَ نعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو الذي رزقنا كما قال عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى قُلْ مَا يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ فالله سبحانه وتعالى هو الرازق وهو الرزاق هذا الذي خلقنا ورزقنا لم يتركنا هملاً لم يتركنا هملاً ما معنى هملاً؟ مهملين لم يتركنا مهملين وإنما أرسل إلينا رسول فالله عز وجل من حكمته ومن فضله ورحمته أنه لما خلقنا لم يتركنا هملاً كما قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى؟ إذن حكمة الله عز وجل تأبى أن يترك خلقه سدًا والله عز وجل لا يخلق الخلق عبثاً بل هناك حكمة عظيمة وقد ذكر الله عز وجل بقوله وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فالله عز وجل حينما خلقنا لم يتركنا هملاً لم يتركنا هملاً وإنما أرسل إلينا رسولاً كما أرسل إلى الأقوام السابقة رسل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالله عز وجل أرسل إلينا رسولاً ونحن نعتقد أن الله عز وجل قد أرسل إلينا رسولاً كما أرسل إلى الأمم قبلنا وفي هذا ردٌ على الفلاسفة الذين الفلاسفة فلاسفة اليونان أو من فلاسفة اليونان من ينكر النبوات ويقول أن الله خلق الخلق ثم تركهم والخلق هم الذين يضعون الشرائع لأنفسهم وهذا من عبادة العقل وعبادة الإنسان وكذلك من الفلاسفة المنتسبة للإسلام من زعم أن النبوة مكتسبة وأن الفيلسوف يمكن أن يكون مثل النبي إلى آخر ما عندهم من عقائد لكن نقول إن الله عز وجل الذي خلقنا لم يتركن هملاً وإنما أرسل إلينا رسولاً وهذا الرسول من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وهي سبب لدخول الجنة كما قال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً إذن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة كما أن معصيته سبب لدخول النار ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً وقال تعالى ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً فالمعصية سبب دخول النار كما أن الطاعة سبب دخول الجنة واستدل المؤلف رحمه الله على ذلك بقوله تعالى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَا رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولًا فَأَخَذْنَاهُ أَخْذْنَا وَبِيلًا فمعصية الرسول سبب للأخذ والهلاك وهذه المعصية إن كانت في أصل الدين وأصل الاتباع فهي رد وعياذ بالله سبب الخوض في النار وإن كانت المعصية في ارتكاب كبيرة فإن صاحبها يعني صاحب الكبيرة متوعد بالعذاب وهو تحت مشيئة الله إن شاعف عنه وإن شاع عذبه وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار ما دام قد مات على التوحيد إذا كانت المعصية ليست معصية في التوحيد بمعنى ليست مناقضة للتوحيد وإنما هي في ارتكاب الذنوب والمعاصي فإن صاحبها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا نعم الثاني من المسائل أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل نعم الله عز وجل لا يرضى لا يرضى بالكفر ولا أن يكفر به قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم فالله عز وجل لا يرضى أن تشرك معه غيره الذي خلقك ورزقك ورباك بنعمه لا يرضى أن تعبد غيره لأن عبادة غير الله شرك والشرك أعظم الذنوب والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فلا تدعو ما معنى تدعو فلا تعبدوا يعني الدعاء هنا هل الدعاء عبادة أو دعاء مسألة أو يشمل أمرين فلا تدعو مع الله أحدا لا يجب أن تدعو مع الله دعاء المسألة ولا أن تدعو مع الله أحدا بمعنى تعبد غير الله وأن المساجد لله ما معنى المساجد؟ إما مواضع العبادة أو أعضاء السجود فأعضاء السجود لله بمعنى لا يجوز أن تسخرها لغير الله بأن تسجد لغير الله والمساجد هي لله ما معنى العبادة لله فلا يجوز أن تعبد غير الله لا يجوز أن تعبد غير الله بل يجب أن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فيجب أن يكون الدين خالصا لوجه الله عز وجل ولا يجوز أن يشرك معه غيره تلاحظون أن هذه المسألة تتعلق بتوحيد الروبية أو الألوهية الألوهية المسألة الأولى ربوبية في تقرير الخلق والرزق تتعلق بتوحيد الروبية فالمؤلف رحمه الله كأنه يقرر المسائل الواجب عليك أن تعتقد وتوقن بتوحيد الروبية وتعتقد وتوقن وتعمل وتخلص توحيد الألوهية كذلك أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالات من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون نعم هذه المسألة الثالثة وهي تتعلق بالولاء والبراء والمحبة والبغض قال أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وحد الله لا يجوز له موالات من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب بمعنى أنه لا يجوز أن توالي الكافر والموالات المقصود بها هنا المحبة والنصرة وموالات الكفار قد تكون كفراً مخرجاً من الملة وقد تكون معصيةً وقد تكون معصيةً فمن ولاهم على كفرهم وأعانم على كفرهم وأحبهم الكفرهم فهذا والعياذ بالله مخرج من الملة ومن ولاهم لأجل أمور دنيوية فهذا محرم فالولاء للكفار بمعنى المحبة والنصرة والوقوف معهم لدينهم هذا محرم كما قال سبحانه وتعالى لا تجدوا قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباهم إلى آخر الآية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً من الذين ويتوا كتاب من قبلكم والكفارة أولياء وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فلا يجوز أن توالي أعداء الله لماذا؟ فمن يبغضه الله يجب أن تبغضه والله عز وجل لا يرضى الكفر ولا يحبه لا يحب الكافرين فالله عز وجل لا يحب الكافرين فكذلك يجب أن لا تحب من لا يحبه الله يجب أن تحب من يحبه الله وأن تبغض من يبغضه الله سبحانه وتعالى فيكون حبك وبغضك موافقا لما يحبه الله ولما يبغضه الله سبحانه وتعالى هذا أوثق عر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عر الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي الحديث الآخر من أحب في الله وبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فالمؤلف هنا رحمه الله يؤكد على هذه القضية ويستدل بهذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله اليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباهم إلى آخره ولكن نبهنا إلى أن البراء من الكفار ومعادات الكفار لا يلزم منها ولا تقتضي الظلم بل لا يجوز لا يجوز أن تظلم كافرا ولا أن تعتدي على كافر ولو كنت تبغضه فالكافر يبغض لكن لا يجوز ظلمه ولا يجوز الاعتداء عليه أيضا نقول أن البراء من الكفار ومعاداتهم وبغضهم لا لا يقتضي لا يقتضي عدم الإحسان إليهم بل إنك يمكن أن تحسن إليهم وأن تتألفهم وأن ترغبهم في دين الله ولو كنت تبغضهم كما قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخجوكم من دياركم أن تبروهما تقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين فالكافر تقصط إليه وتبره وتتألف قلبه وتحسن إليه بنية أن الله عز وجل يفتح على قلبي وأن يهديه وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي الذي كان يخدمه ودعاه إلى الدين ودعاه إلى الإسلام فليس معنى المعادات أنك تظلم أو تعتدي أو نحو ذلك ولا أيضا من لوازم المعادات عدم الإحسان وعدم التألف لهذا الدين أحسن الله إليكم قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون نعم هنا بدأ الشيخ أيضا بمسألة وهي بيان الحنيفية والشيخ رحمه الله تلاحظون أنه يأتي بالعبارات اللطيفة وعبارات الدعاء لمن يقرأ ولمن يستمع يقول اعلم أرشدك الله لطاعته وهذا أيضا نأخذ منه أن الداعي إلى الله والداعي إلى التوحيد عليه أن يستخدم الأسلوب اللطيف المحبب للنفوس وأن يحبب هذا الدين إلى الناس وأن يدعو إلى الله عز وجل بحكمة وبموعظة حسنة ومن الموعظة حسنة الدعاء بين يدي التعليم قال رحمه الله أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخص الله الدين الحنيفية ممنح حنيفية الحنيف من هو الحنيف المائل المائل عن الشرك إلى التوحيد إلى الدين الصحيح فالحنيفية التي هي ملة إبراهيم ما هي هي أن تعبد الله مخص الله الدين بمعنى أن تجعل عبادتك لله عز وجل خالصة ليس فيها أي شرك لأي مخلوق والله عز وجل قد أمر الناس كلهم بهذا وأمر جميع الخلق بالتوحيد وخلقهم لهذا التوحيد كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني يوحدون فالله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته إلا لعبادته لا يريد منهم رزق ولا إطعام فالله عز وجل لم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ضعف بل الله عز وجل غني حميد قوي متين وهو غني عن خلقه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد فالله عز وجل خالق الخلق لهذه الغاية لأن يعبدوه وأن يوحدوه ولا يشرك به شيئا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة نعم أعظم أمر أمر الله به التوحيد أعظم أمر أعظم أمر هو التوحيد وما هو التوحيد قال إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة هذا أي نوع من أنواع التوحيد الألوهية الألوهية فأنت حينما تدعو إلى التوحيد تدعو إلى التوحيد هل تدعو إلى التوحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات أو الجميع إلى الجميع ومتى يكون الإنسان موحدا حينما يعتقد أن الله سبحانه وتعالى والخالق المدبر المالك لهذا الكون وأنه المستحق للعبادة وحده وأنه المتصف بالصفات العلا والمتسمي بالأسماء الحسنى فالتوحيد يشمل يشمل أنواع التوحيد الثلاثة والمؤلف رحمه الله هنا ذكر تدعو إلى التوحيد الألوهية لأن توحيد الألوهية هو الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأمامهم وهو الذي ركزت عليه الرسل دعوتها الرسل دعو إلى التوحيد كله بأنواعه الثلاثة أو بنوعيه بالتقسيم الآخر عند العلماء ولكن التركيز كان على توحيد الألوهية لأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات لم يقع فيه نزاع إلا نادر أو قليل جدا وأن من نزاع كان في توحيد الألوهية فلذلك ركز عليه المؤلف رحمه الله هنا بالتعريف قال هو إفراد الله بالعبادة إذن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه ويفردوه بالعبادة هل الخلق عبيد لله كلهم هل العبادة والاستعباد والعبودية واقعة من كل الناس أو من بعض الناس أحسن تفصل العبودية العبودية لا محالة يعني هي العبودية العامة أو الكونية أو القسرية كل الخلق عبيد لله شاو أم أبو كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فكل الخلق عبيد لله بمعنى بمعنى مربوبون معبدون لكن هناك عبودية أخرى وهي العبودية الاختيارية العبودية الشرعية بمعنى النساء يتعبد لله اختيارا ويفرد الله بالعبادة هذه خاصة وواقع من بعض الناس من بعض الناس كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين نمشون على أرضها هنا وهناك أيضا خاصة خاصة من هؤلاء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فهذه العبودية الخاصة وعبودية اختيارية ويواقع من بعض الناس دون بعض كما قال تعالى لم ترى أن الله يسعر له من في السماوات ومن في الآض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فليس كل الناس يسعرون لله وليس كل الناس عبدون الله العبادة الاختيارية نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أعظم ما نهى الله عنه عنه الشرك أعظم ما أمر الله به توحيد توحيد وأول أمر في القرآن ما هو توحيد يا أيها الناس يا أيها الناس عبدوا ربكم أول آية تأتيك يعني وانتقرى المصحف فيها أمر هو أمر بالتوحيد أول آية فيها أمر يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم وأعظم ما نهى الله عنه الشرك لماذا؟ لأن الشرك محبط للأعمال وموجب للخلود في النيران قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فالشرك لا يغفر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إذن الشرك الشرك أيها الإخوة أعظم الذنوب أعظم ذنب هو الشرك لأن الشرك لا يغفر ولأن الشرك محبط لجميع الأعمال ومن لقي الله مشركا فإنما أواه النار والعياذ بالله والله وقد حرم الجنة على المشرك ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك هذا أعظم ذنب كيف يخلقك الله عز وجل ويرزقك وينعم عليك وتعبد غيره وتعبد غيره هذا أعظم ذنب وفي الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل دخل النار من مات ويدعو الله ندا دخل النار إذن هذا أعظم أمر وإذاك ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكون تركيزهم في دعوتهم على أولا الدعوة للتوحيد وأن نهي عن الشرك النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعم إليه شهادة الله إله الله أو أن وحد الله أعظم شيء وأول شيء تدعو به وتبدأ به هو الدعوة للتوحيد لأنه أعظم الأوامر وأعظم ما تنعى عن الشرك لأنه أعظم المنهيات نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هنا بدأ الشيخ يفصل في الأصول التي يجب على الإنسان معرفته قال فقل معرفة العبد ربه هل الأصل المقصود به معرفة العبد ربه المعرفة العلمية فقط أو المعرفة المستلزمة للاعتقاد واليقين والخضوع والتعبد والعمل نعم هذا المقصود ليس مقصود المعرفة فقط وإلا فإن إبليس يعرف يعرف الله عز وجل يعرف ربه فليس مقصود مجرد المعرفة ولكن المقصود المعرفة هنا المعرفة المثمرة للخضوع والتعبد والتدلل والاتباع وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة مستلزمة للإيمان والطاعة لأوامره والاجتناب اجتناب نواهي والتصديق له بنبوته وبأخباره وكذلك المعرفة الدين الإسلامي ليس المقصود المعرفة العلمية فقط بل المعرفة المستلزمة والمقتضية للعمل بهذا الدين نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الأصل الأول فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين نعم هنا الشيخ يعني رحمه الله يعني يعرض الموضوع بشكل سؤال جواب ليكون أشوق للمتلقي وأرسخ في الذهن فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه فالرب هو المربي يعني ثم أخذ من التربية والرب يطلق على السيد وعلى الخالق والرازق والله عز وجل هو الرب يعني كلمة الرب المعرفة لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى أما رب مضافة فتطلق على المخلوق تقول رب الدار رب البيت رب الناقة ونحو ذلك بمعنى مالكها أو صاحبها لكن الرب هذا يطلق على الله سبحانه وتعالى قال فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين العالمين يعني جميع العوالم بنعمه فهو سبحانه وتعالى قد رب جميع العالمين بنعمه ونعم الله لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه يعني الله عز وجل هو الذي أتعبد له وحده لا أتعبد لأحد سواه وهذا فيه إخلاص العبادة لله عز وجل والبعد عن الشرك والدليل قوله تعالى هو الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين فالمؤلف استدل بهذا على الروبية المقتضية للتربية لجميع الخلق والوصف لله سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجمال فهو رب العالمين يعني مربي جميع الناس بالنعم وهو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو مدبر لهذا العالم سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن ولأرأضون السبع ومن فيهن وما بينهما نعم كل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم يعني هناك عوالم كثيرة هناك عوالم والعالم لماذا سمي عالم عالم لأنه عالم على الخالق فهناك عالم ملائكة عالم الجن عالم الإنس وهكذا وأنا واحد من هذا من هذا العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك الله عز وجل نتعرف عليه بأشياء فالله عز وجل نتعرف عليه بآياته ومخلوقاته في الآيات والمخلوقات قالوا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر طبعا التفريق بين الآيات والمخلوقات فيه كلام كثير لأهل العلم والاطلاقات النصوص الشرعية إن الآيات يعني شاملة للمخلوقات فالمخلوقات من آيات الله وآيات الله هناك آيات كونية وهناك آيات شرعية ومخلوقات الله عز وجل أيضا من دلائل من الدلائل على الله عز وجل إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فنحن نستدل بهذه الآيات سواء كانت آيات كونية أو شرعية على الله عز وجل وأنه الخالق الرازق وأنه المستحق للعبادة وحده نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى وبن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى يعني الآية هنا الدليل على إيش على أن هذه الآيات الدالة على الله عز وجل هي آيات مخلوقات فهي دالة على الله ولا يجوز عبادتها لا تسجدوا للشمس ولا للقمر والسجدوا لله الذي خلقهن فالخالق لهذه الآيات هو المستحق للعبادة وحده نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين نعم أيضا هنا استدلال بهذه الآيات ونلحظ أن اسلوب القرآن هو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية واستدلال بالمخلوقات على الله واستدلال بهذه المخلوقات وأن الله الذي خلقها وهو الذي يدبر هذا الكون وهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون طيب هنا المؤلف رحمه الله يقول الرب هو المعبود الرب هو المعبود يعني هو المستحق للعبادة فالرب سبحانه وتعالى الخالق المدبر الرازق المالك السيد سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة ونحن كما سبق أن سلوب القرآن الاستدلال بالربوبية على الألوهية طيب كيف نطبق هذا على الآية الذي ذكر المؤلف أعبد ربكم الذي خلقكم فالذي خلقكم هو المستحق للعبادة يعني توحيد الربوبية تستدل به على توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية مستلزم لإيش لتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية فالذي خلقك ورزقك يلزمك أن تفرده بالعبادة فهذا معنى توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الله في راشة إلى آخرة من دلائل التوحيد نعم ثم قال في الأخير فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أول نهي هذا أحسنت فلا تجعلوا لله أندادا هذا نهي عن الشرك نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة نعم وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون نعم المؤلف رحمه الله ذكر هنا جملة من أنواع العبادة ولما ذكر أن الله عز وجل هو المعبود وحده وأنه لا يجوز أن يشرك معه غيره ذكر جملة من العبادات مثل الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة إلى آخره وسيفصلها بعد ذلك ويذكر الأدلة عليها وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا السياق المؤلف لهذه الآية يبين أن المقصود بالدعاء هنا عبادة أول مسألة دعاء العبادة في السياق هذا لأنه شمل كل العبادات والدعاء هنا الدعاء بمعنى أن العبادة يجب أن تكون أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى بشموليتها فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشتك كافر من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشتك كافر مشتك كافر هل في فرق بين المشتك والكافر أو كل مشتك كافر هل نقول كل مشتك كافر أو كل كافر مشتك لا كل مشتك كافر كل مشتك كافر وليس كل كافر مشرك لأن الكفر قد يكون بغير الشرك لأنه قد يكون كافر وليس بمشرك يعني قد يكون كافر بالله ولا يعبد غير الله يعني لا يعبد مخلوقاً آخر وإنما ما عنده إلا الكفر لكن المشرك الذي عبد الله وعبد غيره فهو يصدق فيه الوصفان الشرك والكفر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فدل على أن من دعا غير الله فهو مشرك وهو كافر لأنه ورد هنا وصفه بالكفر وهو قد دعا مع الله ومن يدعو مع الله إلها آخر فمن دعا غير الله فإنه مشرك والعياذ بالله وهو كافر لأن العبادة يجب أن تكون لله وحده نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هنا بدأ المنلف رحمه الله بالتفصيل لبعض العبادات وذكر أعظم العبادات وهو الدعاء والدعاء كما في الحديث مذكر هنا الدعاء مخ العبادة وهذا الحديث يعني فيه ضعف والصحيح اللفظ الآخر الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فالذي يستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى فهذا مأواه جهنم وهذا فيه كفر الاستكبار فيجب أن تخلص عبادة دعاء لله وحده ولا يجوز أن تدعو غير الله وتطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله دعاء المسألة للمخلوق دعاء المسألة للمخلوق الميت هذا من الشرك أن يطلب الإنسان من الأموات مدداً ونحو ذلك فهذا من الشرك وكذلك إذا دعاء الأحياء وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله فمن دعاء مخلوقاً وطلب منه الولد والنصر على الأعداء وتفريج الكربات أو طلب منه المغفرة للذنوب أو طلب منه دخول الجنة وساله النجاة من النار ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا من الشرك والعياذ بالله كذلك إذا دعاء الأموات ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كان لهم أعدان وكانوا بعبادتهم سمى عبادة كانوا بعبادتهم كافرين فالعبادة عبادة الدعاء هذا من أعظم العبادات ويجب إخلاصها لله وحده نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين هذا الخوف أيضا يجب أن يخلص الله عز وجل وهو خوف العبادة خوف المقصود بهذا الخوف خوف العبادة يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى وخوف مقروم بالتعظيم والخضوع والمحبة فهذا يكون لله وحده سبحانه وتعالى وهو من أعظم العبادات وقد جعله الله عز وجل شرطا في الإيمان قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم مؤمنين فلا تخافوا إلا الله سبحانه وتعالى خوف العبادة وأما الخوف الطبيعي فهو جائز أن يخاف من العدو يخاف من النار يخاف من السبع كما قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب فأصبح في المدينة خائفا يترقب هذا خوف طبيعي خوف طبيعي وقد يكون الخوف هذا محرما إذا كان إذا تسبب في ترك في ترك واجب أو فعلي محرم بلا 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 سبب شرعي بلا سبب شرعي وأما الخوف من المخصص مخلوق خوف السر خوف السر فهذا شرك ما معنى خوف السر يعتقد أنه يضره طيب يمكن المخلوق يضرك ما يدخل فيه الخوف الطبيعي يعني الغائب إذا خفت من عدوك أن يضرك الغائب الغائب السر خوف السر يكون في الأموات أو في الأحياء من الأموات أو من الأحياء أو قد يكون في الأموات أو من الأحياء قد يكون من الأموات أو من الأحياء لكن إيش ضابطه أن يخاف من مخلوق أن يضره بسره يعني بمعنى أن أن يكون عنده خوف من مخلوق فيعتقد أن هذا المخلوق قادر على أن يضره بإرادته بدون أسباب طبيعية وبدون أسباب ظاهرة فيعتقد أن هذا المخلوق عنده من القدرة أن يميته أو يقطع رزقه أو يمرضه بمجرد إرادته فتجد يخاف منه خوف السر فهذا الخوف والعياذ بالله يعني من الشرك لأنه يعتقد فيه من القدرة ومن المنزلة ما لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى أحسن الله إليكم قال رحمه الله ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نعم الرجاء عبادة وهو الطمع الطمع الإنسان في مغفرة الله سبحانه وتعالى وفي رحمة الله وهذا من العبادات ومن أعلى العبادات فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والرجاء الصادق هو رجاء معه عمل الرجاء الصادق الصحيح هو الرجاء مع العمل أما إنسان يرجو الله وهو لا يعبد الله فهذا رجاء الكذابين يرجو أن الله يدخل الجنة وهو لا يعمل فهذا رجاء البطالين ويرجو الله أن الله ينجيه من النار وهو يغشى المعاصي فهذا أيضا رجاء الكذابين ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري فمن رجى شيئا عمل له الرجاء الصادق هو اللي يكون معه عمل أسباب الرجاء الصادق هو الذي يكون فيه محبة ما ترجوه والعمل بالأسباب التي توصلك إلى ما ترجوه والخوف من فوات ما ترجوه أما الإنسان يقول أنه أرجو وهو لا يعمل فهذا رجاء الكذبين البطارين إذن الرجاء عبادة عبادة لله سبحانه وتعالى أن ترجو الله عز وجل في أن يغفر ذنبك وأن يدخلك الجنة ونحو ذلك فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يجوز أن ترجو مخلوقا رجاءا في هذه الأمور التي يعتقد فيها ما يعتقد في الله سبحانه وتعالى أحسن الله إليكم قال رحمه الله ودليل التوكر قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه نعم التوكل عبادة وهو الاعتماد على الله والتفويض الأمور إلى الله واعتقاد أن الله عز وجل هو الكافي هو وحده سبحانه وتعالى وهو حسبك ومن يتوكل على الله فهو حسبه تعتقد الله بيده ملكوت وكل شيء إذا أراد شيء قال له كن فيكون فتفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وهذا التوكل هو من الإيمان بل هو شرط في الإيمان كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإن كنتم مؤمن فتوكل على الله فتدل على أن من لا يتوكل على الله فليس بمؤمن فالتوكل على الله هذا عبادة من أعظم العبادات وهو تفويض الأمور إلى الله واعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى وأما التوكل على المخلوق وتفويض الأمور عليه واعتقاد كفاية المخلوق فهذا من الشرك والعياذ بالله هذا من الشرك لا يجزء أن تتوكل على المخلوق وأن تفوض أمورك إلى المخلوق وأن يتعلق قلبك بالمخلوق بهذا الاعتماد وهذا التفويض واعتقاد أنه كافي وما أراده يكون فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى أما التوكل على المخلوق في الأمور التي يقدر عليها فهذا أيضا من الشرك الأصغر هذا من الشرك الأصغر لكن هل يجوز أن تتوكل على المخلوق في بعض الأمور التي يقدر عليها؟ لا لا توكل عبادة قلبية عبادة قلبية هل يجوز أن تقول على الله ثم عليك؟ هل يجوز أن تقول أنا متوكل على الله وعليك؟ أو متوكل على الله ثم عليك؟ لا لا يجوز ثم عليك يجوز؟ لا 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 يجوز اختلف العلماء على قولي طيب أنا متوكل على الله وعليك هذا لا يجوز لأن هذا من الشرك في الألفاظ لكن قول القائل أنا متوكل على الله ثم عليك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يجوز وهذا شرك طيب تقول متوكل على الله ثم عليك في أمور يقدر عليها أيضا لا يجوز هذا أجازه بعض علماء لكن الصواب أنه لا يجوز لماذا؟ لأن التوكل عمل قلبي وعبادة قلبية وهذا لا يجوز أن يكون المخلوق فالتوكل يكون على الله وحده طيب يقول الشخص أنا أوكل شخص هل يجوز أن أوكل شخصا في شيء؟ نعم ما توكل شخص في عمل يعمله؟ يجوز أليس هذا من التوكل على المخلوق؟ لا هذا ليس توكلا وإنما هو توكيل وبعضهم خلط في الأمور وقال يجوز التوكل على المخلوق لأنك توكله في أمور ونقول أن هذا توكيل وليس توكل والتوكيل يكون في الأسباب الظاهرة والتوكل يكون العمل قلب وعبادة وهذا لا يكون فأنت توكل المخلوق تتوكل على الله فتوكل المخلوق في قضاء بعض الحاجات لكن قلبك لا يتوكل عليه وإنما يتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل ويفوض الأمر إلى الله فأنت تتوكل المخلوق في أسباب الأمور الظاهرة ولكن القلب يجب أن يكون متوكل على الله وحده حسن الله إليكم قال رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين نعم الرغبة هي المحبة ومحبة الشيء والرغبة فيه والرهبة هي ضدها وهي الخوف من الشيء والهرب منه والابتعاد عنه والخشوع كذلك هو يعني التطام والذل لعظمة الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قد مدح أولياءه بأنهم يخشونه ويخافونه ويرغبون ويرهبون إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والجمع بين الرغبة والرهبة هذا من مقامات أولياء الله فهم يدعون الله رغبا ورهبا وكما قال عز وجل أمن هو قانتنا لا ليس يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فهو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فيجمع بين الخوف والرجاء ولهذا قال العلماء قال العلماء إن الخوف والرجاء كجنحي طائر إن الخوف الرجاء كجناحي طائر لا يصلح أن يكون عندك خوف بلا رجاء ولا رجاء بلا خوف فالخوف والرجاء كجناحي طائر والمحبة رأسه رأس الطائر فيكون عندك محبة أو خوف رجاء هذا أركان العبادة فلا يصلح أن تعبد الله بالحب وحده ولا بالخوف وحده ولا بالرجاء وحده قال السلف من عبد الله بالحب وحده فهو فهو مرجع فهو مرجع ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع لكن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق قال العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري معنى حروري نسبة إلى حروراء أو الخوارج فليس صح أن تعبد الله بالحب وحده وهذا العبادة بالحب هذا عمل الجهلة وبعض الصوفية الذين يزعمون أنهم يعبدون الله بالحب بلا خوف ولا رجاء وهذا خطأ ولهذا أنكر العلماء على رابعة العدوية التي قالت اللهم إني لم أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك هذا خطأ لماذا؟ لأن أولياء الله يعبدون الله خوفا وضمعا ورجاءا ومحبة ولا يعبدونه بالحب فقط خطأ أن تعبد الله بالحب فقط ولهذا من غلى في هذا المقام صار يعبر حتى بعبارات غير شرعية فتجد منهم من يقول أنا أعشق الله أنا أعشق الله ويتغزل بالذات الإلهية والعياذ بالله ويزعم أنه لا يخاف ولا يرجو وقد ذكروا عن سمنون أنه قال وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فابتليني يقول يا رب أنا لا يعني ليس عندي شيء في قلبي لغيرك وأنا يعني كأنه يعبد الله بالحب فقط دون رجاء ورغبة وطلب فابتلاه الله بحصر البول فصار يمشي كالمجنون ويعطي الأطفال حجارة ويقول ارموا عمكم الكذاب فكيف أنت هل أنت تستطيع أنك تستغني عن الله تقول أنا ما أرجو شيء من الله ولا أطلب شيء من الله ولا أخاف إنما أحب بالله هذا خطأ وانحراف في التفكير إنما نعبد الله محبة في الله عز وجل ورجاء لفضله ووعده وخوفا من عقابه وعذابه ونجمع بين هذه الأمور كلها أحسن الله إليكم قال رحمه الله ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون نعم كذلك الخشية عبادة لله سبحانه وتعالى وهي من أعظم العبادات وأهل الخشية هم العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء وكلما كان الإنسان أعظم خشية كلما كان أكثر علما بالله عز وجل كان أكثر أكثر خشية لله سبحانه وتعالى فأهل الخشية هم أهل العلم والخشية من الله عز وجل هي قريبة من معنى الخوف وهي أبلغ من الخوف فيها خوف وتعظيم لله سبحانه وتعالى وعلم به عز وجل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له نعم الإنابة هي الرجوع لله عز وجل بطاعته بعمل الطاعات واجتناب المعاصي والإنابة والتوبة إلى الله عباده فلا يجوز للإنسان أن يتوب لغير الله فلا يجوز أن يتوب لمخلوق لا يتوب لشيخه ولا لقريبه إنما يتوب إلى الله قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال وأنيبوا إلى ربكم وهو الرجوع إلى الله عز وجل بفعل الطاعات وترك المعاصي وأسلموا له وهو الإسلام الاختياري الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالخضوع والعبادة والاتباع للأوامر والاجتناب واجتناب النواهي أحسن الله إليكم قال رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله نعم الاستعانة عبادة تستعين بالله سبحانه وتعالى بمعنى أنك تعتمد على الله وتذل لله سبحانه وتعالى وتفوض أمورك إلى الله عز وجل وتعتقد أن الله عز وجل هو الذي يعينك وهو الكافي لك سبحانه وتعالى فالاستعانة بالله من مقامات أهل الإيمان وأهل اليقين وأهل التوحيد الاستعانة من أعظم المقامات يقول الشيخ الإسلام رحمه الله الاستعانة بالله تدفع الكبرياء الاستعانة يعني إياك نعبد وإياك نستعين يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء فالذي يستعين بالله هذا فيه ذلة وخضوع لله ما يتكبر على الله عز وجل أنت بحاجة إلى الله عز وجل أنت بحاجة في جميع أمورك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى وتعتمد على الله عز وجل وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يكفيك ما أهمك فالاستعانة من العبادات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استعنت فاستعن بالله هل يجوز أن تستعين بمخلوق نعم فيما يخبر فيما يخبر يجوز بشروط وهي أن يكون هذا المخلوق حاضرا حاضر حي قادر تستعين به في أمر يقدر عليه تقول أعني على على رفع متاعي أعني على يعني والدليل على هذا نعم قول الله تعالى وتعاون على البري والتقوى ولا تعاون على الإثم العدوان إذن هل يجوز أن تستعين بالمخلوق يجوز إذا كان إذا كنت تستعين به في أمر جائز وقادر عليه لكن لا يجوز أن تستعين بالمخلوق لا يجوز أن تستعين بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله طلب الإعانة فيما لا يقدر عليه لا شرك ولا يجوز أن تستعين بمخلوق فيما يحرم لأن هذا محرم إذا استعنت بمخلوق في في فعل معصية فهذا محرم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس نعم الاستعادة طلب الإعادة والإعادة الحماية يعني أن يحميك ومن المكروهات وتحتمي فأنت تحتمي بالله سبحانه وتعالى فأنت تستعيد به تطلب أن يعيدك وأن يحميك وأن يمنع عنك المكروه فهذا عبادة فهذا عبادة والله عز وجل أمرنا بالاستعادة به فأنت تستعيد بالله في دفع المكروهات تستعيد بالله أو بصفة من صفة الله أو بصفة من صفة الله كما قال نبي صلى الله عليه وسلم أعود بوجهك وقال أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق فهذا وهذا من أدلة من أدلة السلف على أن صفات الله غير مخلوقة غير مخلوقة فأنت تستعيد بالله سبحانه وتعالى هل يجوز أن تستعيد بمخلوق نفس الشروط قريبة نفس الشروط الاستعادة بمخلوق فيها قولان لها العلم منهم من منعها مطلقا والذين منعوه قالوا أن الاستعادة هي عمل قلبي وهي عبادة مثل مثل التوكل ومن العلماء من أجازها باعتبار أن الاستعادة تكون في الأسباب الظاهرة والأمور الظاهرة وليست من الأعمال القلبية ويعني القائلين بالجواز استذلوا بأدلة كما جاءت في السنة منها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن التي تحصل آخر الزمان قال من يستشرف لها من تشرف لها تستشرف ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به أو معاذا فليعذ به فقد تستعيد أنت بشي يعيذك وهذا بالأسباب الظاهرة لكن قلبك تعود بالله وحده نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم نعم الاستغاثة هي طلب الغوث وهي نوع من الدعاء والاستغاثة تكون من المكروب الاستغاثة تكون في الكرب والدعاء أعم الدعاء أعم يكون في الكرب وغيره لكن الاستغاثة تكون في الأمور المكروبة والإنسان يستغيث بالله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستغيث بالله في أن ينجيك من الكروب وأن يفرج عنك الهموم وأن ينصرك على الأعداء ونحو ذلك من الأمور التي تعرض للإنسان أما الاستغاثة بالأموات فهذا من الشرك والعياذ بالله الاستغاثة بالميت يستغيث به ويطلب منه المدد ويطلب منه النصر ويطلب منه الولد ويطلب منه الشفاء فهذا من الشرك من الشرك بالله سبحانه وتعالى لأن لأن المضطر يعني إنما يكشف يكشف ضرورته والله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله قليلا ما تذكرون لكن الاستغاثة قد تجوز بالمخلوق وهي بالشروط الثلاثة المعروفة أن يكون المخلوق حيا وقادرا وحاضرا حاضرا فتستغيث به في شيء يقدر عليه تستغيث به يعني تستغيث به في أن ينقذك من هلكة أمامه ويستطيع إنقاذك ونحو ذلك فهذا جائز بهذه الشروط الثلاثة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله الذبح يكون عبادة في حينما يذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وهو إراقة الدم الذبيحة تقرب لله سبحانه وتعالى وهذا عبادة كما قال تعالى فصل لربك وانحر يعني وانحر لربك قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فلا يجوز أن يذبح لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لجني وشيطان ولا لأي مخلوق لا يجوز أن تهل هذه الذبائح لغير الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله فالذبح لغير الله ملعون مطرود من رحمة الله لأنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا نعم النذر هو وطبعا النذر يلزم المكلف نفسه بما لا يجب عليه شرعا تقرب إلى الله عز وجل بإلزام نفسه بما لا يلزمه شرعا وهذا النذر يعني عبادة والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وأصل النذر مكروه أصل النذر مكروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخير فأصل النذر مكروه والوفاء بالنذر ممدوح محمود والله عز وجل مدح الموفين بالنذر وأثنى عليهم ولم يمدح النذرين ابتداء فقال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطير فمن نذر طاعة فيجب عليه أن يفي بهذا النذر من نذر أن يطيع الله فليطعه فأنت حينما تلزم نفسك بنذر الطاعة يجب عليك أن توفي به وإذا وفيت به فأنت ممدوح بوفائك ولست محمودا بأصل عقد النذر لأن عقد النذر في أصله مكروبا من العلماء من قال أنه محرم وهذه النذر العبادة لا يجوز أن يتقرب بها لغير الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن ينذر لملك ولا لنبي ولا لصحابي ولا لولي ولا لميت ولا لحي وإنما النذر يكون لله وحده ومن تقرب ونذر لمخلوق متقربا لهذا المخلوق فقد وقع في الشرك لأن النذر عبادة والعبادة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى وحده كما قال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ونكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلِّ وسلِّم اشتركوا في القناة